طبول الحرب تقرع من جديد في محافظة أبيان جنوب اليمن منذرة بمعركة مقبلة بين طرفي اتفاق الرياض بعد فشل وساطة قبلية للتهديئة بين قوات هادي وحزب الإصلاح وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا فمنذ أيام تتعالى أصوات الاشتباكات بين قوات الطرفين في منطقة خبر المراقشة ومديرية خنفر شرق المحافظة الساحلية هناك محاولة طبعا لعادة رسم الخارض من جديد لبعاف كل الأطراف اليمنية سواء كانت التي تخدمهم كتحالف مستعمر أو كذلك التي تحاول إضعاف الجميع لكي تستطيع هي الهيمنة اجتباكات متقطعة يرافقها تحشيد واستنفار واستعدادات عسكرية ميدانية واسعة واتهامات متبادلة بالتصعيد والسعي لتفجير الوضع آخرها اتهام الانتقالي لإخوان اليمن في إشارة إلى حزب الإصلاح بالتحضير لحرب جديدة اتهام أعقب إعلان المجلس الانتقالي في أبيان صد قواته هجوما جديدا دائرة التوتر تتسع إلى محافظتي لحج وشبوة على وقع انفلات أمني وعودة لعمليات الاغتيال ما يحدث حاليا عبارة عن صراع أجندات فيما بين السعودية والأمارات وتصفية حسابات ولكن على الأرض اليمنية سوف تشهد الأيام القادمة الكثير من هذه الأحداث والكثير من الصراعات سوف تطغى إلى السطح وتشير مصادر عسكرية وإعلامية إلى تحركات ميدانية وترتيبات جارية لمعركة واسعة قد تمتد من أبيان وشبوة حتى الساحل الغربي في تعز تصعيد عسكري وتحركات ميدانية تنذر بانفجار وشيك للوضع العسكري بين فصائل التحالف السعودي الإماراتي في المحافظات اليمنية الجنوبية سيدفع ثمنه أبناء تلك المناطق أحمد عبد الرحمن صنع الميادين